أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه للمرة فامنة على التوالي فشلت محاولات التنصيق من خلال المؤسسات الدولية ذات العلاقة مع سلطات الاحتلال للسماح بأدخال مواد غذائية ومستلزمات طبية ووقود لمستشفى الأمل بمحافظة خان يونس أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال يواصل فرض الحصار المطبق منذ 27 يوما وصلت استهدافات متكررة وقت حامل المستشفى واعتقال عدد من التواقم الطبية والإدارية وهو ما ينظر بتوقف العمل في المستشفى لا سيما وأن مغزون الوقود بات على وشك النفاذ